اهلا وسهلا فيكم ببدوي تريدز اليوم عنا شو كتير حلو بدنا نحكي فيه عن الوضع السوق بشكل عام بدنا نحكي فيه عن البيتكوين ايثيريا بدنا نحكي فيه عن جارث سولوي واخر تحليل له للسوق وين برأيه راح يوصل بدنا نحكي عن اسوأة عن التبنى عن سولانا عن كريبتو دوت كوم وعن غلطة من اجمل غلطات اللي صايرة بتاريخ الكريبتو شو هي مثل معاواتكم انا يوميا بنقلكم اخر اخبار لكريبتو بليز لايك وسبسكراب للشانل وخلينا نبلش اول شي البيتكوين حاليا بي 20300 وصلنا لتساتاشر الف رجال نزلنا لتساتاشر الف مبارح بس قلبنا مبارح كنت عم بحضر اليوم عم بحضر فيديو لجارث سولوي بمقابلة على يوتيوب شانل عم يحكي فيه عن وضع السوق كان بهيد هو عم بيقول بعده شبه مؤكد انه البيتكوين بعد موصل اللوقع كانوا هنه عم يحكي هو وصاحب القناة صاحب القناة بيعتقدوا انه وصلنا للقاع جارث سولوي بيقول لا بعد ما وصلنا بعده الاحتياط الفيدرالي عم يتشدد وطالما هو عم يتشدد يعني فيه هبوط اكتر هو برأيه الهبوط لح يكون يعني باخر هالسنة او ماكسيموم اول سنة جي بيخلق بنوصل للقاع بهالفترة هلا كان عنده رؤية غريبة شوي عن الاثيريوم الاثيريوم ما عم يطلع على العملة ضد مقابل الدولر عم يطلع على العملة مقابل البيتي سي يعني اذا الواحد بده يزيد الديح حامل بالبيتكوين بيطلع اثيريوم بيتكوين بير بيقولولون يعني ايث بيتكوين بدل ما يكون ايث يو اس دي عم بيقول شكل الايث عم يعمل ما يعرف بتريبل طوب عم يدق بها المنطقة هالتالت مرة بيدق بها المنطقة اذا كسر هالمنطقة يعني الايثيريوم بده يعلى بشكل كبير بده يكفي صعودا بشكل كبير شو هي هالمنطقة هي كل واحد ايث بيساوي 0.08 بيتكوين اذا دق فيها تالت مرة هيدا شي بيبين نسوق لحيكفي صعودا اذا كسرها اذا ما كسرها يعني بده نرجع نهبوط بس هيدا مرتقة كتير مهمة لازم نطلع عليها شو حكي هلأ في عالم تاني عم بيقولوا بعد الايث مرج كتير عالم عم بيقولوا انه يمكن الايث يرجع ينزل ومحللين مهمين انه ينزل تحت الالف دولار مين ما وحق ما في نقلكم انا علي اردلكم الاخبار من المايلتان وانتو عليكم نتقرروا ماتيك هو بيقول كمان ماتيك عم بتفرج كتير قوة طلعت من المحل الواطي لهلأ تقريبا عاملة تقريبا ثلاث مرات زاد سارة اذا نزلت هو المناطق اللي عم يطلع يشتري فيها تقريبا عال 63 سنس اذا نزلت لهونيك هو هالمناطق اللي عم يشتري فيها شوفي غير اخبار بالسوق غير اخبار بالسوق اندونيسيا اندونيسيا تاك فرم جوتو في شركة تكنولوجيا باندونيسيا اسمها جوتو بتشتري منصة كريبتو بـ 8.4 مليون دولار يعني عم بتشوفوا قديش التبني عم بيزيد اكتر 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 مين المستثمر بهايدي جوتو عندك علي بابا عندك كتير شركات مهمة مستثمرين فيها باينانس باينانس عم ما عم يهدى عم بيضلوا يشتغل وعم يشتغل كمان هلأ بالدول العربية بالامارات العربية عم عمل شراكة بتخلي للعالم تدفع ديونه خلال الكريبتو هيدا الشيء كتير كتير حلو عم يفرجيني التبني عم يزيد ودايما عم شوف بالامارات كتير التبني عم بيكون سباق افتook رئيس مجلس ادارة الاف تي اكس سام بانك من فرايد بيجتمع بيروح على البيت الابيض والبيت الابيض كانوا عم يحكوا عن الوانين وبدون يطلعوا اوانين كتير قريبا عن البيتكون وحكيت عن العملات الرقمية والبيتكون انا حكيت عنها مبارح بالفيديو هو عم يجتمع فيهم شكله عم بيساعدهم وشي كتير اجابة انه عم يجتمعوا بهيك عالم اصحاب منصات لا يفهموا اكتر سوق العملات الرقمية والكريبتو اه غير هيك اه رادت فاندر كل شي قال عم بيقول كل شي هلا انسال يعني كل شي اسعار كتير رخيصة لازم نشتري مؤسس شركة رادت و جالكسي و جانسيز اكزك مدرة تبع جانسيز و جالكسي عم بيجمعوا مصاري اه نسمينا كريبتوز ليفوتوا يشتروا بكميات هائلة باكتوبر عم بيجمعوا مصاري الفاند عم بيبلشوها باكتوبر لا يفوتوا يشتروا لانه الاسعار كتير كتير رخيصة برأيهم اه ومش بس هنه هون بهذا المقال وسط شتاء عملات الرقمية والكريبتو نكسو عم تلتزم بخمسين مليون دولار لبرنامج اعادة شراء بدون يشتروا اكتر واكتر يعني كل هول الشركات الكبيرة بدون يشتروا لانه كل شي هلا انسال في عروضات خاصة الاسعار واطي كتير عكتير من العملات ناحية تانية مطورين على الهيليم عم بيقولوا يمكن ينقلوا الشبكة الهيليم اللي ما بيعرف هي بتشتغل على يعني ارسال الموبايل بطريقة لا مركزية شكلهم بدون ينقلوا على السولانا نتورك لا اسباب كتير يعني بتصير اسرع بصير يكبروا بس هيدا بدون يحطوا لتصويت اذا نجح التصويت لحيتم نقلوا لسولانا بما انه عم نحكي عن السولانا في منصة المركزية على السولانا بتعمل في شي غلط بيصير فيها وبتخسر 661 الف دولار للأبد اسمها اوبتيفاي تيم ان شاء الله ما يكون حدا كان عم يستعمله في محللين عم بيقولوا بهذا المقال انه سولانا ايفلانش واتوم عندهم يمكن يعملوا تراجع يعملوا بولباك يعني عليهم منيح يمكن يعملوا بولباك السولانا عم بيقولوا تقريبا بتوصل بال25 او اقل بتصير مناطق منيحة لتشتري بس لح ترجع لهيدا السعر لح تنخفض لهيدا السعر شو هي اهم اجمل غلطة بالتاريخ منصة كريبتو دوت كوم بتعمل تحويل لشخص باستراليا بقيمة 10.5 مليون دولار هيدا الشخص كان عم يعمل ريفند عم يسترد 100 دولار من المنصة بيعمل كليم هن بيحطوا رقم الحساب بدل ما يحطوا الكمية بمكان الكمية ويبيعتوها وبتاخدهم تقريبا شي سنة لحتى يعقى يكتشفوا شو صار بس وقت اكتشفوا شو صار هن امرتين من ملبن باستراليا شو بيكونوا اشتريوا بيكون اشتريوا عصر اشتريوا اشتريوا كتير اشياء وهلأ صعب كتير هلأ اخدوهن على المحكمة ليستردوا الاموال المحكمة جابرتهم انه يبيعوا الاصر تبعهم بس غلطة كتير حلوة انا محلهم كانت حولت اعملت المصاري باسماء اه حط اشتريت بيوت باسماء اهلي اذا صارت معهم بس اه شي بيدحك يعني اذا واحد صارت معه هيك غلطة اه ما بعرف اذا في كتير مناطق بالعالم ما حالا في لاحقه سو اه عم تتخيلوا انتو عم تعملوا استرداد لمية دولار يطلع لكم عشرة مليون دولار اجمل غلطة بالتاريخ انا برأيي سهلأ هلأ اكيد اخدينهم على المحكمة بس وقتها صارت اكيد حسوا هن باجمل شعور اوبن سي اوبن سي اه هي متل ما عروف اهم ماركتليس للانف تيز عم بزيد بوليغون ساببورت يعني بس مش بس في تستعملوا كشبكة فيك تستعمل تقبل ماتيك بالشراء كمان يعني الماتيك عم يتطور اكتر واكتر اه في في منصة تركية اسمها ثوديكس المؤسس تبعه تم القاء القبض عليه بالالبانيا لانه شكله سرق كتير من العالم وسكر له من حساباتهم بالمنصة تبعه سو انا معي ما عندي مشكلة وقت يلقاطه هيك عالم لانه بدنا نقيمل باد اكترز والعالم العاطلي من السوق اه اثيري مسكيلينج نتورك اربتروم بارح حكيت عن هال موضوع اه وعم يعملوا تحديث كتير كبير عليها لتلك ان اكيد سعر العمل اللي هيطلع بس احدا من المتابعين قال لي اربتروم منزل عملتها اربتروم بعد ما نزلل بس اطلق تصحيح على فيديو مبارح االجوراند االجوراند عم يشتغل اه يعني عالساكت بلا ما احد يحس يسمع فيه اه اه تطوير على على الشبكة زاد بشكل كتير كبير بالشهر الماضي ازا ملاحظين هون ادي عم يعلى عم بصير فيه تطوير كتير كبير وغير هيك عم نشوف الحيتين بلشوا يشتروا بالالجوراند هلا السعر باب ما علي كتير بس عادة وقت وقت التطوير عم بصير والحيتين عم تشري بيكونوا بيعرفوا شي او معقول شي صير سو راقبه شو بده يصير اشتريوا 2.37 مليار الالجوراند كوين هول الحيتين صاروا بـ 83 بالمية بالشهر الماضي بس زيادات سو هيدا الشي لازم نرقبه تشين لينك تشين لينك عم تشتغل اكتر واكتر بغض النظر بير ماركت هبوطي ولا لا تشين لينك متل ما خبرتكن انا هي اهمة اوروكل بكل الكريبتو ومتل ما خبرتكن انه الشهر الجاي في مؤتمر لتشين لينك وعالارجح لحيعلنه انه بداية الستيكينج تبعه وهالشي لحيخلي السعر يصعد اكتر واكتر اخر شي بدي انهي بتويت عملت على بدوي عندرسكور تريد عن قاعدات اساسية بالكريبتو القاعدة الاولى ما تحيب بالاحتياط الفيدرالي متل ما قال جارد سولوي انه الاحتياط الفيدرالي لحيضلوا متشدد وشكله لاخر السنة لقول اول سنت جاهل لحيضلوا متشدد ونحن هذا احد لأسباب هو براييه السوق وهيهبط ما تحيب بالاحتياط الفيدرالي القاعدة الثانية ما تحاول تحديد القمم من القعلات ان تؤكد من الانعكاسات والتأكيد يعني متل ما قالنا على ال لايث بي تي سي على تشارت ال لايث بي تي سي قالنا بدنا ننطر التأكيد اذا كساره لهون نشرح ونرجع الريتست قبل ما يكفي طلعته. إذا وصل لهون ونزل يعني بدنا نكفي تنزيل. تأكدوا من هالأمور قبل ما تأخذوا قراركم. قاعدة رقم ثلاثة رقم ثلاثة رقم واحد لا تحارب الفيدرالي. قاعدة رقم أربعة استخدم تحليل الفني لتأكيد لتأكيد التحليل الأساسي. وقاعدة رقم خمسة كن مرنا ومستعد لتغيير رأيك بناء على معطيات جديدة. هلأ الواحد فيه يكون بوليش حسب معطيات جديدة بتجيه. كل المعطيات بتغيير. بتغيير رأيه لأنه في كتير أمور بتدخل على السوق. ما حدا كان متوقع يصير في مشاكل اقتصادية بالصين. ما حدا كان متوقع حروب. ما حدا كان متوقع الدولار يقوى هالأد. كل هالأمور بتأثر على السوق ولازم نرقبه. هدا كل شيء أنا عندي إلى اليوم. إذا انبسطتم. ارجوك اعملوا لايك. اعملوا سبسكراب للشانل. واللحقوني على تويتر وتيليجرام. وانا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت ابديت جديد. Thank you.